ارتفع الدولار محققاً مكاسب أسبوعية طفيفة مع تقييم الأسواق لتأثير عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبجد وما يعنيه ذلك بالنسبة للاقتصاد الأمريكي وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في أربعة أشهر عند 105.44 لكنه انخفض بعد ذلك لأسباب عدة منها جني الأرباح ويتجه الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية بقرابة نصف النقطة المئوية وعلى صعيد العملات المشفرة انخفضت عملة بيكوين بشكل طفيف لكنها بقيت محافظة على مستوياتها التاريخية البالغة 76.595 دولار فيما وصلت الإثير موجة الارتفاعات بأكثر من 3% لتصل إلى مستويات 3.035 دولار وفي أسواق السلع يتابع الذهب الذي سجل أكبر انقفاض أسبوعي له في أكثر من 5 أشهر بعد ارتفاع الدولار وتراجع 1.8% منذ بداية الأسبوع وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 2684.03 دولار وخسرت العقود الأجلة للذهب 0.4% لتصل عند التسوية إلى 2694.80 دولار